قام برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بإطلاق عملية أعداد خطط استراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة لمحافظتي سهاج وقنة وتستهدف وضع رؤية طويلة المدى لما ستكون عليه محافظة سهاج وقنة حتى نهاية عشرين ثلاثين وقال وزير التنمية المحلية هشام أمنى أن أعداد الخطط يأتي في إطار رؤية مصر الفين وثلاثين وتوجه الدولة نحو توطين أهداف التنمية المستدامة وذلك استنادا للجهود التنموية وما تم تنفيذه ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمبادرة الرئاسية حياة كريمة